كلمات محب تهدينا درراً من خير الأقوال وقطوف شتى نقطفها نتبعها حسن الأفعال كلمات محب تهدينا درراً من خير الأقوال صباته العولمة بحضورها الطاغي وسطوتها القوية نحتاج إلى اتكاءة ومتنفس من طول السفر والمسير لنلتقط أنفاسنا وننظم خطواتنا ونخلو إلى أنفسنا عقول وقادة وطاقات متجددة ركيزة من ركائز البناء ومعول من معاول العطاء إنهم يمثلون زهرة العمر وريعانة والحياة بكل نظارتها وبهائها يملؤونها نشاطاً وحيوية ويمنحونها ألقاً وصفاء والدول التي تعنى بشبابها وتفرد لهم مساحات الإبداع والابتكار هي الدول التي تسود الأمم والشعوب وتتقدم ركب النهضة والحضارة كلمات من محب ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطاني لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه أنت الذي لولاك ما كان الهوى كلا ولا فاض الكلام وعبرا يا مالك القلب العليل أسرتني قد طال شوقي والفؤاد تفطرا إن لم تكن عيني تراك فإنني لعيوني ليلى قد أراك مصورا لله درك من شفيع جئتنا أي قد توجنا من ظلام أدبرا وبأفضل الأديان قد بشرتنا بالصدق والأخلاق تجل المنكرة إن طال عمري والزمان فإنني لن أكتفي حبا ولن أتغيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الحب حرام؟ سؤال هل الحب حرام؟ الجواب من يحرم الحب؟ الذي لولاه لمنحنى الغصن على الغصن في الغابة النائية ولولا الحب لما عطف والد على ولدي ولولا الحب لما عطف زوج على زوجتي ولولا الحب لما عطف الأخ على أخي من يحرم الحب؟ فالحياة كلها قائمة على الحب ما في زل يقول لك الحب حرام كده بإطلاقه يا مولانا يعني الحب ما حرام؟ ما حرام لكن أنت قاسد في الحب هل الحب البنضيع فيه حق الله سبحانه وتعالى؟ هل الحب البنضيع فيه قرايتنا ودراستنا؟ هل الحب البنضيع فيه أوقاتنا؟ يعني واحد عشان الحب ممكن يدوك محاضرة كاملة ما يمشي واحد عشان الحب ممكن يجمد سنة كاملة ليه؟ لأنه ما درس لأنه ما حضر المحاضرات لأنه ما عنده زمن ليه؟ لأنه أنا بحبدي وطالع ونازل معاها وهكذا ومن الحب من يكون سببا في بعدك عن الله سبحانه وتعالى واعلموا أيها الشباب اعلموا أيها الأحباب أن ديننا لم يحرم الحب بل جعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو ثقعر الإيمان يا سلام قال عليه الصلاة والسلام أو ثقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله والوحي يوم القيامة يستظلون تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الحب ما حرم لكن الله جل وعلا ذكر أو بيّن أحوال الناس في الحب قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والحب أقسام حب حلال وحب مستحب وحب حرام أو حب واجب وحب مستحب وحب حرام الحب الواجب كحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم واجب عليك أنت كمسلم أن تحب الله سبحانه وتعالى فإن من خلقك ورزقك وأعطاك واجب عليك أن تعبد وأن تحب وحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجب في أعناقنا واجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يقولون الما عند محبة ما عند الحبة والحب المستحب حب الوالدين وده واجب عديل واجب نضيف لحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحب المستحب كما قلت هو حب الإخوان أن تحب أخيك المسلم أن تتصل به وتزوره وتتعاون معه أما الحب الحرام فهو الحب في غير الإطار الشرعي وده ممكن تكون النتائج حقه قد تكون كوارث لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وحيانا يا أخواننا الحب الحرام ده ليه يبقى حرام لأنه مرات قد يخرجك من الملة كيف قال الكلام ده مولونا أهي أنتوا عارفين مرات في ناس بسبب الحب ده ممكن يكون خرج من الملة بالله عليكم أسمعوا أبيات الشعير أقول لكم دي أها دي بتخلي زول يخرج من الملة ولا لا زمان واحد اسمه كسير كان بيحب وحدة اسمها عزة ده زمان يعني ما أسي زمان معدين حتى لقبوا بكسير عزة من شدة ما بيحب المردي لحد ما سموه كسير عزة إنتوا عارفين الزول ده قال شنو قال كسير عزة والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا لا حول ولا قوة إلا بالله يا زل ده كلام شنو ده قالوا والله إنتوا مع عارفين ما جاء من خبر ساكت لو الزول بيسمع حديث عزة دي ساكت كلامه ساكت والله يخر لها راكع وساجد والركوع والسجود لا يكون إلا لله رب العالمين كمان عندنا شاعر ويعني سوداني والأبيات حفظينها يقول عبدت البدر يا سلم لأن البدر محياكي وعبدت الغصن يا سلم لأن الغصن حياكي وعبدت الله الله جاء في الآخش يعني وعبدت الله يا سلم لأن الله سواكي وعبدت القبر يا سلم لأن القبر ضمكي كلام لا يجوز أن يقول الإنسان هذا كلام يقال على سبيل الحب وعلى سبيل المحبة يا أخي قبل أيام واحد لتقال لي صورة شاب بحب له وحدة بحب له وحدة قام أهالة رفضوا يزوجوا عليهم قام مشى كتل نفسه كتل نفسه بمسدس كتل ضرب نفسه ومات هي ذاتة كمان مشت أو هي أهالة رفضوا قامت كتلت نفسها ودفنوها سأل الله أن يقف الله يرحمه قام هو مشى في قبرها وقعد على قبرها كده وشال المسدس وضرب نفسه ده كله ده كله على أنه هو بحبها وهي بتحبه يا أخوانا الله جل وعلا نهانا وحرم علينا هذا الحب الذي قد يؤدينا إلى التهلكة لا إله إلا الله الحب ما حرام كونه تحب ما حرام طيب مولانا يتسم حرمته لا يعني مثلا وحي شاف له به قام وعجب بيها وحباها لحد هنا ما حرام يعني واحد تشوف تليق واحدة وعجبت بيها ودخلت جوه قلبك خلاص حبيتها يعني لحد هنا ما حرام الحرام متين الحرام بعد ذاك تلفونات وليه من الساعة تزعة ونص لحد الساعة واحدة وأربعين دقيقة وده لو ما جدت لأصل الصبح ده حرام لكن أول واحد ما شاف له واحدة وحباها ودخلت في قلبه طوالي يمشي لي وين يمشي لبيت أهله ما في مشكلة وواجب أهله ما يرفضه طالما هو بحبه وهي بتحبه آي خلاص لحد هنا ما في مشكلة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأختم بذلك قال يا رسول الله تقدم لبنتي خاطبان مع الكلام ليسا ما حصل عقب لأنه أحيانا قد يكون حب قبل الزواج فيه وارد ما إلا بالشرط بعد الزواج فقال يا رسول الله تقدم لبنتي خاطبان أحدهما موسر والآخر موسر واحد ما شاء الله مقرش والتاني مسكين فقران تعبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وهي تحب من أبو قال لي الأسف يا رسول الله هي بتحب الموسر ده بتحب الزواج المفلس ده أها لكن احنا كمان احنا كمان دا يريد زواج الثاني قال له عليه الصلاة والسلام زوجها لمن تحب لم يرى للمتحابين مثل النكاح والحديث صحيح إذن الحب ليس بحرام من يحرم الحب لكن الحب عندما يكون في الإطار غير الشرع هذا باتفاق العلماء فإنه لا يجوز كما أخبر بذلك ربنا جل جلاله سبحانه أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنة وصفاته العلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنا وصينا للبر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما كانت إلا كلمات ممحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته